بسم الله الرحمن الرحيم my dear students in middle 2 welcome back النهاردة ان شاء الله هنشتغل مع بعض يوني 3 من كتابة و اول سؤال بيجلنا في الامتحان سؤال الديالوج ديالوج بتاعنا النهاردة ما بين الدكتور و ما بين حسن what's wrong with you مستر حسن ايه مشكلتك يا مستر حسن رد علي حسن قال له i can't breathe well and i cough all the time انا ما بقدرش اتنفذ كويس وبكوح طول الوقت والدكتور حيسأل رد علي حسن و قال له yes i am a heavy smoker ايوه انا شديد التدخين و بسأله قال له يا شباب are you a smoker هل انت مدخن yes i am a heavy smoker و حيسأله رد علي الدكتور و قال له you should stop smoking right now لازمن تبطل تدخين دلوقتي يبقى حسن سأله قال له what should i do اعمل ايه يا دكتور what's your advice ايه نصيحتك لي يا دكتور يبقى what should i do you should stop smoking right now لازمن تبطل تدخين دلوقتي so if i stop the smoking would i be better هل لو انا بطلت تدخين حبقى حسن طبعا هيرد يقول له yes of course i also advise you to practice sport ايوه و انا بنصحك ان انت تمارس رياضة thank you very much و بكده نكونوا خلصنا سؤال الديالو و نكمل مع بعض تاني سؤال بيجي لنا في الامتحان سؤال اللي تشوز شباب الامك معاك ترجب معايا كل كلمة ما انتش عارفها number one i should exercise i am a bit نقط i should exercise انا يجب انا تمارا i am a bit بت معناها قليلا شوية صغيرين اختار ايه over weight وزن زائد allergic حساسية remedies علاج طبعا الاجابة بين i should exercise i am a bit over weight تخنت شوية صغيرين number two نقط stops people from getting the flu بيمنع الناس من الحصول على الانفلوانزا اختار antibiotics مضادات حيوية vaccination التطعيم pain killer مسكن للألام طبعا عشان امنع الانفلوانزا زي covid-19 يبقى لازم ان يستخدم vaccination التطعيم vaccination stops people from getting the flu number three my throat hearts يعني زوري بيوجاني hertz sorry my throat hurts i can't stop coughing coughing كحة sneezing عطس infection عدوة طبعا my throat hurts i can't stop coughing coughing number four the bark the bark by islam last week طبعا بينا جدا ان الجملة باسف ممنية للمكهول وقوع تنسى كلامنا الممنية للمكهول يبدأ بالمفعول مفعول verb to be والتالت باسطي بي يعني بعد المفعول بيه اللي هو البار بحط verb to be am او is او are او was aware والتصريف التالت visit تبقى visited معايا اجابتين يا اما is visited يا اما was visited طبعا وجود كلمة last week تبقى اللي جبقى ايه يا شباب was visited number five you ate my half of the chocolate انت اكلت نص الشوكولاتة بتاعتي that was very fair unfair unfair بيشن طبعا عادل ولا غير عادل ولا صبر اكيد الاجابة unfair that was very unfair الكطع يا شباب كذا مرة نبهت وقلت خلي بالك سؤال الكطع ده اهم سؤال في الامتحان عليه درجات كتير لازم تقرى الاسئلة قبل ما تقرى الكطع يلا بينا نحاول نحل الكطع مع بعض number one not invented basketball من اللي اخترها البسكتبول طبعا بينا جدا في القطعة جيمس نسمس جيمس نسمس انفنتد بسكتبول جيمس نسمس زا كان كاناديين بي اي تيتشر يعني لما اجابوتس على تنس وقلو يقول لي باسكتبول is a not game لعبة ايه طبعا لعبة كاناديا لان اخترحها جيمس و جيمس كان كاناديان يبقى باسكتبول is a canadian game number three at first the baskets were not a في الاول كانت البسكت ما كانتش مقطعه من تحت كان اللي بيجيب جون او اللي بيجيب نقطة كان بعد ما بيسجل الهدف يروح ياخد الكرة تاني من البسكت يبقى at first the baskets weren't cut off number four to be good at this game عشان تبقيت في اللعبة دي you must practice ايه بينا جدا every day you must practice every day number five at first a player had to is a ball out of the basket after he or she scored طبعا كان لازم يروح ياخد الكرة من البسكت قبل ما يحرز هدف يبقى طبعا الاجابة the player had to take the ball out take the ball out وبكده نكونوا خلصنا سؤال الكتعة ودلوات يجي معنا مع الكويتس بتاع حلقة النهاردة شباب اكتب لانا الاجابات في الكمنس تحت number one bacteria and a can make people ill number two don't not cold always cover your face when you sneeze number three try different activities team sports like basketball or water sports like not مستنيني اجابات بتاعتكم يا شبابة وكده نكونوا خلصنا حلقة النهاردة good bye شباب good 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 اشتركوا في القناة